اشتركوا في القناة وفي نفس الوقت اكبر النتائج اللي بين الفريقين لان في نتائج كبيرة اربعة وخمسة وستة مش بس الستة فحتشوفوا احصائية مبزول فيها مجهود يا ريت والاستاذ ابراهيم تتحطيننا الاحصائية دي على الصورة علشان الناس اللي عايزة تحصاق انقول لحضراتكم احصائية مهمة جدا بس ربما يكون كلامي مش هو المهم المهم اللي هتشوفوه على الشاشة من تغطية الصحف ومنشطات الصحف للقاءات الكمة لقطة بلقطة من اول مئة سنة لغاية لما حصلنا انا هقول لكم الارقام وهتشوف الاحصائية بس الاول عدد المباراة هزا الاحصائية الاهل والزمالك لعبوا مع بعض في كل المناسبات خلال المئة سنة مئتين واتناشر مرة في المئتين واتناشر مرة زي ما حضراتكم شايفين الاهل فاس تسعين مرة وتعادلوا اتنين وسبعين مرة والاهل خسر خمسين مباراة الاهل هز شباك الزمالك تلتمية واتناشر مرة واستقبل من من الزمالك مئتين وعشرين هدف الزمالك المئتين واتناشر مباراة اللي لعبوا مع الاهل خسر فاس في خمسين مباراة وتعادل في اتنين وسبعين وخسر من الاهل تسعين مرة الزمالك سجل في شباك الاهل مئتين وعشرين هدف واستقبل زي ما قلت لحضراتكم تلتمية واتناشر هدف اهلاوي يعني الفرق اتنين وتسعين للاهل وسالب اتنين وتسعين للزمالك ده الخلاصة بتاعت ارقام الاهل والزمالك في مئت سنة فنشوف قبل العنوين دي برضو بقيت الاحصائية يعني يعني دي دي استعراض دي مباراة من المباراة اللي مع ناس كتير اه اول مرة حشوفوها عندنا هنا سنة خمسة وعشرين اه في جريدة الالعاب الاهل فاز اه ستة صفر المباراة الكبيرة بقى يعني يعني احنا بنستعرض مع حضراتكم المنشطات هتشوفوها اتباعا للخمم المختلفة وهتلاحظوا انه كل الصحف قديمها وحادثها الحدث المهم فيها الاهل والمختلط ثم الاهل والزمالك بعد تغيير اسم الزمالك الاهل فاز على المختلط بالنسبة للنتاج الكبيرة الاهل فاز ستة صفر على الزمالك ده كان في دور القاهرة في ديسمبر سنة 25 باشواندس ديسمبر 25 ياريت يعدلون الافسائية دي الاهلي فاز على الزمالك 6-0 الزمالك او المختلط فاز على الاهلي 6-0 كان في دور القاهرة في يناير 42 والمختلط برضو فاز على الاهلي 6-0 كان في كاس مصر يونيو 44 رجع الاهلي فاز على الزمالك 6-1 الرقم السحر ده في الدور العام مايو 2002 لكن غير الستات خد بقى الاهلي فاز على المختلط 5-1 في دور القاهرة كان في يناير 37 والاهلي فاز على المختلط 5-0 كان في كاس مصر في مايو 37 يعني 37 5-1 و 5-0 في الدور والكاس يعني 10-1 من يناير لمايو 10-1 في 5 شهور الاهلي فاز على المختلط 5-1 كان في دور القاهرة كان في فبراير 38 يعني بعدها بقل من عام كمان فاز الاهلي على الزمالك خش على الاربعات الاهلي فاز على الزمالك 4-0 مرة واحدة وفاز على الزمالك 4-1 4 مرات والاهلي فاز على الزمالك 4-3 5 مرات والاهلي فاز على الزمالك 4-2-5 مرات وفاز الاهلي على الزمالك 4-3 مرة واحدة والزمالك فاز على الاهلي 4-3 مرة واحدة يعني الرقم الكبير 4-3 الزمالك له مرة واحدة الاهلي فاز على الزمالك 3-0 عشر مرات خد بقى دي الاهل فاز على الزمالك تلاتة واحد تسع مرات والزمالك فاز على الاهل الثلاثة صفر اربع مرات وفاز الزمالك على الاهل الثلاثة واحد خمس مرات عشان يكون الحصيلة النهائية اللي قلت لحضراتكم عليها في امتين واثناشر مباراة الاهل فاز في تسعين والزمالك فاز في خمسين وتعادل اتنين وسبعين ياريت يحطولنا الاحصائية دي برضو بعد المنشتات عشان الناس اللي عايزة توصق اه يعني الاحصائية اللي قرناها دلوقتي هي شوارب خطها هنا على الصورة ايوة النتاج الكبير النتاج الكبير دي الستات وبعدين الخمسات وبعدين الاربعات وبعدين التلاتات كده ورناكم المنشتات وعشناكم في اجواء الماضي لحد النهاردة كده عندكم كل الاحصائيات والنتائج بتاعت الاهل والزمالك اه اه في كل المصابقات والحقيقة اه يعني الارقام تتحدث احنا شفنا من خلال هذا السرد التاريخي قدمة الاهل والزمالك قصة وحدوتة الاهل والزمالك خلال مئة سنة اللي الحقيقة الزميل خالد ابو العيون في الاتحادة الدولي للتاريخ واحصائات كرة القدم ساعد فريل الاعداد في مده بكل هذه المعلومات الاحصائية الكاملة عن تاريخ مئة سنة قمة لكن القمة خصوصا مباراة 25 يناير دي هو الحقيقة اللي صاحب الفضل فيه نطلع لفاصل اخير ونرجع نشوف للقمة نجوم وضحايا اخيرا 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 اخيرا